إذن مشاهدين هي إحدى عشرة سنة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو عندما هبت جموع المصريين بمختلف مشاربهم خلف هدف واحد وهو استعادة الدولة المصرية كما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح أسيسي في الذكرى الحديثة عشر لذكرى ثورة الثلاثين من يونيو هي القول الفصل ما بين الوطنية المصرية الخالصة وما بين محاولات اختطاف الدولة المصرية الحديث بشكل أعمق عن ملفات هذه السياسة الخارجية والداخلية المصرية وعلاقتهم وبعض ينضم إلينا في الستوديو الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية دكتور أحمد برحب بحضرتك كل عام وأنتم بخير أهلا بك سيد رجائي وكل عام وأنتم بخير وتحياتي لكل مشاهدينك الكرام طيب هنتكلم بإسهاب عن الجهود المصرية الداخلية وعنعكاستها في الخارج وحنتكلم طبعا بشكل أكثر تفصيلا عن زيارات سيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي خارجيا ودور ذلك وسعادة مصر لدورها الإقليمي والقريبة نحن في البداية نستعرض أبرز الرسائل في كلمة الرئيس عبد الفتاح أسيسي اليوم تحدث عن قوى الشعب المصري عن محاربة الإرهاب عن فتح كل ملفات ومواجهة كافة التحديات تحدث أيضا طبعا عن أولويات الحكومة المصرية وتحدث عن دور مصر في القضية الفلسطينية والحرب على غزة طبعا في الواقع أن كلمة الرئيس سيسي اليوم تضمنت العديد من الرسائل المهم على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي على المستوى الداخلي أكدت على هوية مصر الهوية الوطنية وأن سورة يونيو كان الهدف الأساسي منها هو استعادة مصر وهوياتها الأساسية ضد محاولة اختطاة فيها لأنها هي هوية وطنية لكل المصريين جامعة مانعة شاملة لكل المصريين أرادت جماعة في غفلة من الزمن واستغلال الأوضاع التي مرت بها مصر في معرفة بأربيع العربي أن تختطف مصر وتعيد تشكيلها على هوية طائفية مذهبية أدت طبعا لتدعات كارسية كما رأينا في العديد من الدول المجاور وبالتالي كانت هبت الدولة المصرية الكوات المسلحة المصرية والشعب المصري للحفاظ على الهوية المصرية التي لم يستطع أي أحد عبر ألاف السنين أن نغير هذه الهوية رغم أن مصر تعرض لموجات من الاحتلالات وغيرها إلا أنها كلها زابت في الهوية المصرية ولم تستطع تغيير هذه الهوية هذه الرسالة الأولى الرسالة الثانية حقيقة هي أولويات العمل الوطني الرئيس سيسي دائما منحز إلى المواطن المصري وعندما أكد على شعوره بمعاناة المواطن المصري فهو يدرك حقيقة حجم التحديات وبالتالي أولوية العمل في الفترة المقبلة وأيضا في الفترة الماضية في تخفيف المعاناة عن المواطن المصري في مواجهة التحديات وطبعا منها ارتفاع الأسعار الذي نتج عن عوامل خارجية حقيقة يتعرض لها كل العالم وكان طبعا أجندة عمل للحكومة الجديدة فيما تعلق بالاستمرار في المشروع التنموي المصري والنهضة المصري وهذا أيضا مرتبط بالرسالة الثالثة هو أن الرئيس سيسي دائما يؤكد أن هناك مشروع تنموي نهضة شاملة على كافة المصريات وكافة المستويات هي في كل القطعات فلسفة هذه النهضة هو المواطن المصري المواطن المصري والهدف والغاية من التنمية هو أدتها في ذات الوقت ولذلك كان الاستثمار على مدار 11 عاما في الإنسان المصري في عقل وصحة الإنسان والمواطن المصري ونفاق على التعليم ونفاق على الصح وبالتالي تهيئة الحياة الكريمة لكل المصريين وهنا برز طبعا مشروع حياة كريمة الرسالة الثالثة المتعلقة بأن القضية الفلسطينية هي دائما في قلب وأجندة السياسة الخارجية المصري بجملة واحدة نقول أن مصر شكلت صمام أمان للقضية الفلسطينية للشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية كانت بعد 7 أكتوبر كانت في مهاب الريح كان هناك مخطط خبيث كما أشار رئيس سيسي من قبل اليمين المتطرف الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية من خلال استغلال محارسة في 7 أكتوبر كزريعة لتنفيذ هذا المخطط والتهجير القصر للفلسطينيين والقضاء على ما توقع من القضية الفلسطينية وبالتالي هنا مصر تصدت وضعت الحوائط أمام هذه المحاولات الخبيثة وضع الرئيس سيسي منذ اليوم الأول خطوط مصر الحمراء واللقات الحسيمة ونتذكر في لقائهم مع المستشار الألماني في القاهرة عندما قال أن إسرائيل تجوزت مبدأ الدفاع النفس إلى سياسة القتل الجماعة كان المخطط أن يتم تهجير الفلسطينيين قصرا إلى سيناء وتوطينهم على حساب الأمن القوم المصري من خلال استراتيجية الجحيم بمعنى تحويل غزة إلى مكان لا يمكن نعيش فيه يعني استخدام السياسة التجويع والحصار ومانع الغذاء والقهرباء والدواء في إطار نوع من دفع الفلسطينيين قصرا إلى ترك قطاع غزة ولذلك تصدت مصر حشش الدعم الدولي وتصدت لهذا المخطط واستطاعت مصر عبر ما يسمى المقاربة المصارات المتوازية هناك خمس مصارات صارت عليهم الدولة المصرية في متعلق بالقضية الفلسطينية المصار الإنساني في إطار فقه أولمات الدولة تخفيف المعاناة بلغة الأرقام مصر قدمت 87% من المساعدات لقطاع غزة وعكست التحالف بين الشعب والدولة المصرية التحالف الوطن العام الآن المبادرة حياة كريمة المصريون في القرى والريف قاموا بإعداد الشاحنات لمساعدة قطاع غزة وأيضا تسخير إمكانات مصر مطار العريش وميناء العريش هذا المصار كان أحد المصارات الأساسية في دعم القدير الفلسطيني بالتوازي كان معه المصار الأمني المتعلق برعاية مصر وتقديم المقترحات والمبادرات لوقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال وصول اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وأيضا بهذا المصار الأمني كانت تحذيرات مصر من مخاطر توسع الصراع الإقلامي وتحقق ما كانت تحذر منه مصر هزان المصار الأمني والإنساني بالتوازي مع المصار الثالث والمصار السياسي المتعلق بإعادة القدير الفلسطينية إلى قلب أجنة المجتمع الدول والتحركات الدبلوماسية المصرية الفعيلة والنازية وتحركات السياسية سواء زعماء العالم الذين توفدوا للقاهرة وعرفوا الصورة الحقيقية على الأرض الواقع ونقل الإعلام المصري أن ما يحدث هو جرائم إبادة جماعية وهناك مخطط يعني عشرات الألاف من الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحة كان هناك مخطط لتصفية القضية الفلسطينية ولذلك كان من ثمار هذه السياسة عودة القضية العالم كل يتمهى مع المقربة المصرية في الحل الجزر لهذا الصراع أن ما حدث هو عرض لمرض ما هو المرض؟ استمرار الاحتلال الإسرائيلي أعرض لمرض؟ أه غير أفك التسوية السياسية ومن ثم الحل الشامل لهذا الصراع هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 4 يونيو عاصمتها الكدس الشرقي ولذلك كان من يتاج هذه السياسة المصرية والتحركات الاحتراف الأوروبي كما رأينا في أسبانيا والنرويج وإيرلندا وإسلوفانيا حتى هذه الدولة كانت حليفة الإسرائيلي غير الدول الأوروبية وبالتالي هنا العالم الآن يتكلم عن حق الفلسطين في تقرى المصير هذا المصار السياسي مع المصار الأمني مع المصار الإنساني سرم على المصار الرابع وهو المصار القانون الدولي مصر انضمت جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولي وأيضا مستقل المحاكمة الدولية لمحاكمة الإسرائيليين على جرائم الحرب اللي ارتتكبوا في غازة وكشف هذه الجرائم أن ما تكون به إسرائيل حقيقة حتى عندما أشهر رئيسيسي الحرب الغشيمة وغياب الصمت الدولي والضمير الدولي عندما يتم قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت على ساكنيها ومنع المياه النظيفة ومنع الدواء كلها جرائم تنتهك القانون الدولي ونجحت مصر في التحرك على مستوى الدولي ثم هناك المصار الخامس المتعلق بحجد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية سواء الزيارات الرئيسية أو اللقاءات التي والقاهرة نعرف أنه كانت دائما قبلة لكل القادة الذين جاءوا للقاهرة للاستماع للرؤية المصرية الحكيم أدنى التحرك على مستوى الأمم المتحدة وإصدار قرارات كما رأينا في القرار الجامعة العام الشهير بالتصويت على عدوية كاملة الدولة الفلسطينية حصولها عدوية كاملة يعني سواءات 143 دولة هذه المصارات الخامس أنا في اعتقادي شكلت صمام أمان للقضية الفلسطينية وأن القضية الفلسطينية لم تغيب لحظة وفي كل لقاء حقيقاتهم وفي كل خطابة وفي كل محفل دائما الرئيس هيسي سواء في لقاءهم على الزعماء الذين يأتون للقاهرة أو في زيارات الخارجية ومؤتمرات دائما القضية الفلسطينية يهولوا بالصراء مصر ضيها مقاربة تقول تمثل طيار الاعتدال والوسطي والحكم في المنطقة أن العنف لن يولد إلا العنف وأنه لن يحقق أي أهداف للمواطن الإسرائيل يعني سياسة القتل والتدمير والمستوطنات والتهويد وكل هذه الأدوان الجماعي لن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وبالتالي السلام العادل هو الذي يحقق الاستقرار هذا الطيار كان هناك طيار يحاول اختف المنطقة إلى مزيد من الحروب والحرائق وأشعال المنطقة هذه الحروب طبعا أثرات بالسلم ليس فقط على الفلسطينيين ولكن أيضا على استقرار في المنطقة وعلى السلام الدول ولذلك الآن في مقابل هذه الطيارات هناك دائما مصر دائما نقول هي السياسة الرشيدة الفاعلة النزيهة التي عكست هذا القناع بأن مصر كدولة مسؤولة كدولة مركزية تنحازل السلام تنحازل الاستقرار تنحازل السياسة الدول وعدم تدخل في شؤونها تحارب الإرهاب هذا حقيقة ما جعل مصر هي محور التحرك في المنطقة خاصة فيما تعلق بدعم القضية الفلسطينية عظيم هي قراءة مستفيدة دكتور أحمد لكلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا كان لك مشاركة في جريدة الأهرام بعنوان ثورة الثلاثين من يونيو وفعالية السياسة الخارجية مقالة مهمة عايزين نستعرضها في نقاط وعايزين نربط هذه الفاعلية المصرية على الصعيد الخارجي على الصعيد الإقليمي والدولي وأهمية ما تفعله مصر في الداخل المقاربة ما بين المجهودين في الداخل وفي الخارج دعنا نقول أستاذ رجائب بكل صراحة مصر شهدت ثلاث محطات في النهضة الحديثة المحطة القديمة في أعهد رمسيستان وبناء الدولة الحديثة في اعتقاد المحطة الثانية في أهد محمد علي المحطة الثالثة في أهد الرئيسيست ماذا تعني هذه المحطات؟ يعني تعني عارض تشكيل الدولة المصرية عارض بناء النهضة المصرية بناء مصر الحديثة على كافة المصرات سواء التنمية في الداخل أو في علاقات مصر الخارجي وما يشهد نوة بعد 30 يونيو أنها أسست لما يسمى الجمهورية الجديدة ماذا تعني هذه؟ تعني أنك تعيد بناء دولة منك بالكامل يعني نعيد تشكيل هيكلة الدولة المصرية على كافة المصرات ولذلك كان السياسة الخارجية هي أحد ملامح الجمهورية الجديد السياسة الخارجية المصرية في بعض 30 يونيو شهر الطفرة كبيرة والتحولات مهمة نستطيع أن نرصد أهم هذه الملامح وهذه التحولات أولا دائما نطلق عليه ما يسمى دبلوماسية التنمية ماذا تعني دبلوماسية التنمية؟ تعني العلاقة بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية بين السياسة الخارجية والتنمية في الداخل هنا بيتم أو تم توظيف معلش دكتور اسمها المصطلح دبلوماسية التنمية وهي العلاقة ما بين الجهود التي تبذلها الدولة في الداخل وانعكاساتها على الخارج العلاقة المتبدلة بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية بمعنى أن مصر قوة مصر الخارجية مرتبطة بتحقيق الدنمية في الداخل كلما كانت قواتك في الداخلية قواتك الاقتصادية قواتك المجتمعية قواتك السياسية قواتك العسكرية بتنعكس على أدائك الخارجي وعلى دورك وتعزيم مصالحك ودورك في المنطقة في المقابل السياسة الخارجية تؤثر أيضا ولا علاقة بالداخل بمعنى أن يتم توظيف علاقات مصر الجيدة وعلاقات الرئيس السياسة حققا مع كل زعماء العالم والسياس الخارجية المصرية الرشيدة والفعالة النزيهة في دعم التنمية في الداخل بمعنى جذب الاستثمارات في الداخل وفتح أسواق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية زي ما شرفنا المهتمر أمس مهتمر الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر ولذلك في كل لقاء في زيارات الرئيس السياسة الخارجية دائما أحد بنود الأساسية هو اللقاء مع كبرات الشركات العالمية ورجال العمال العالمية لعرض الفرص الوعيدة في الداخل في التنمية في الداخل في محور التنمية في قناة السويس في العاصمة الإدارية الغذية في المشروعات القوامية العملاقة ولذلك انطلق من هذه الدبلوماسية شكلت تنويع الشراكات السياسة الخارجية المصرية بناء شراكات سياسية وستراتيبية مع كافة الدول العالم شرقا غربا شمالا جنوبا شركات سياسية وشركات اقتصادية اقتصادية لتنعكس على الداخل لأن الهدف من هذه السياسة الخارجية ووزيز زيارات هو المواطن المصري لأن كل هذا سيعود بالنفع على تعزيز التنمية في الداخل ومن ثم يعوز بالنفع على المواطن المصري ورفع مستوى معيشات وبالتالي زيارة الرئيس الخارجية لتحقيق ثلاثة أهداف تعزيم دور مصر الإقليمي الدفاع على المصالح المصرية ودعم التنمية في الداخل ولذلك وجدنا حتى في ظل الاستقطاب العالمي مصر ديها شركات مع كل الدول مع الحلافاء التقليديين أمريكا وأوروبا الغربي وجدنا شركات متنوعة في وسط أوروبا وغاء وشارك أوروبا لأول مرة يكون هناك شركات اقتصادية مجموعة الفيش جراد أيضا هناك التحالف السلاسي المصري اليوناني الكوبروسي وجدنا شرقا مصر تتجه شرقا مع الصين ومع اليابان ومع الهند أيضا مع دول لم تكن محط اهتمام ساس خارجية من قبل في وسط أسيا رأينا زيارة رئيس السيس الأزربيجان وأرمينيا يعني بناء الشركات اقتصادية مع الدول الأفريقية مع الدول العربية هذا بيعني أن مصر تبحث وتخترق كل منطقة في العالم لدعم البحث عن مزال نسبيه لهذه الدول والاستفادة منها في تعزيز التنمية في الداخل في كل تجربة اقتصادية سواء التجربة الصينية أو اليابانية أو كل التجارب لدعم التنمية في الآخر وهذا ما نسميه دائما دبلوماسية التنمية يعني حاجة مهمة جدا ذكرتها دكتور أن السياسة المصرية دائما وأبدا ما بعد الثلاثين من يونيو في الجمهورية الجديدة تبحث عن موطق قدم لها في أماكن لم تكن تغزوها السياسة الخارجية المصرية فيما قبل السؤال هنا إلى أي مدى تنعكس ذلك أو ينعكس ذلك على جهود على استقلالية الرأي والقرار المصري أولا أحد سمات السياسة الخارجية المصرية أيضا ملامحها في الجمهورية الجديدة واستقلالية السياسة الخارجية المصرية هو أن مصر لا يحكم فقط إلى تعزم المصالح المصري مصر تتبنى أساس الحاد الإيجابي لا تنحزل طرف ضد طرف أو تدخل في استقطاب علامي ومع طرف ضد طرف أخ مصر مفتحة للجميع تعزم المصالح المصري قوة مصر وتنميع شركاتها بيعزز استقلالية القرار للمصر هذه الشركات الاقتصادية حقيقة انعكست إيجابيا على الداخل مصر والتنمية المصري سبيل المثال كان أحد نتاج هذا التحرك هو انضمام مصر لمجمعة البريكس ماذا يعني البريكس؟ تقريبا 50% من قوة الاقتصاد العالمي الصين وروسيا والهند وهذا بيعني فتح أسواق جديدة الاستفادة من المزايا النسبية لهذه الدول في مجال التكنولوجيا في مجال المشروعات الصغيرة في مجال التقنيات أيضا أنك تتعاون في مجالات مختلفة الطاقة المتجددة أن مصر تمثل الآن بوابة لكل الدول للشرق الأوسط والإفريقيا أيضا التحالفات مع مصر مع مجموعة الفيش جراد ودول شرق أوروبا ودول وسط أوروبا التحالفات المختلفة كل هذا بيعكس أن الآن مؤتمر السسمار المصر الأوروبي الذي يعني انعقده خلال أمس واليوم هو أحد نتاج هذه التحركات المصرية لماذا؟ لأن أنت لديك مزايا نسبي أنت لديك اقتصاد قوي حقق نهضة في مجال النمو والاقتصاد رغم التحديات ورغم أزمة كورونا ورغم كل هذه العقبات الذي حقق نمو إجابه الاقتصاد المصر هو أحد الاقتصادات الوعدة مصر تمتع باستقرار سياسي واستقرار أمني على خلاف العالم الآن يشهد اضطرابات يعني حرب روسيا الأوكرانية في أوروبا الآن هناك عسكرة في شرق أسيا في الشرق الأوسط يعني مقاليم مضطربة المستثمر يبحث عن مناطق الاستقرار ومصر أحد المناطق الوعيد مصر أيضا بيئة جذبة للإستثمار يعني أولا تحسين مناخ للإستثمار الأمر الثاني عديك مشروعات قومية بالفعل يفرص وعيدة للإستثمار كما رأينا في محور التنمية في قناة السويس وغيرها وموقع مصر الاستراتيجي كما تخليه أفريقيا والعالم كله الآن يتنافس على أفريقيا كل هذا جعل الدول لتبني شرقات مع مصر منها الشراكة المصرية الأوروبية هناك أيضا طبعا الشراكة المصرية الصينية مع كل القوة هذا بيعكس قوة الاقتصاد المصري وأنه بيسير على المصارى الصحيح اسمح ليسألك هنا سؤال دكتور سيد الرئيس إنبارح في مؤتمر الشراكة الاستثمارية ما بين مصر وما بين الاتحاد الأوروبي ذكر كلمة مهمة قال أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها سوف تعمل بشكل كبير لإنجاح الاستثمارات الأجنبية في مصر ودعم الاستثمارات الأجنبية في مصر وتفليل كل المعوقات وكل الصعوبات أمام المستثمر الأجنبي السؤال هنا لأي مدى هذا الدعم من قبل المؤسسات الدولة المصرية وأن يكون هناك يعني أن يعزفوا على نفس وطر المؤسسة الرئاسية في جذب الاستثمار وتذليل المعوقات لأي مدى يعكس هذا على نمو وجذب المزيد من الاستثمارات المصرية هو بالطبع مهم أستاذ رجائي أولا لأن يعني دائما الاستثمار هو أحد القاطرات المهمة الاستثمار الخارجي والأجنبي سؤال عربي أو الأجنبي أحد الاستثمارات المهمة لتحقيق التنمية في الداخل ونهض التنمي لأن الاستثمارات ليست فقط أموال وإنما هي أيضا هي تكنولوجيا توطين التكنولوجيا الاستفادة من المزان النسبية أنت تتكلم الآن على عارة هيكلة الاقتصاد المصر يعني عمل تقعاد اقتصادية بنية أساسية كبيرة والآن في تفرحات البنية الفوقية الاقتصاد في تعزيز الصناعة في تعزيز التجارة في الزراعة في كل المجالات هذا بيمثل أهمية سواء الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي لأن هذا بيمثل قطرة في تحقيق التنمية ولذلك كانت أولوية الرئيس السياسي والدولة المصرية وتعزيز الاستثمار ومناخ الاستثمار سواء الجذب الاستثمارات الداخلية وتهيئة كل السبل أو الاستثمارات الخارجية إصلاح قواني الاستثمار يسمع طبعا الرخصة الزهبية أيضا توحيد التناغم بين أجهزة الدولة فيما تعلق بيئة القضاء على معاوقات الاستثمار السابقة البروكراطية هناك الآن بيئة جذبة الاستثمارات سواء على مستوى الإجراءات أو مستوى التسهيلات أو مستوى القوانين والتشريعات هذا حققت الدولة المصرية فيه ميزة كبيرة ونقلة كبيرة بإضافة طبعا إلى فرص الاستثمار نتكلم عن فرص مهمة في كل أنحاء مصر حققا في كل ربوع البلاد الآن هناك فرص خاصة في محور التنمية ولذلك الاستثمار كانت صفقة رأس الحكم على سبيل المثال يحدى نتاج وصمار هذه السياسة الاقتصادية والاستثمارية الرشيدة التي دعمتها الدولة المصرية ودعمها الرئيس السيسي باعتبار الآن أن العالم كله منفتح يعني منفتح على بعضه وبالتالي الدولة التي لديها مزايا نسبية فيما تعلق بمناخ الاستثمار أو قوانين الاستثمار أو فرص الاستثمار هي الدولة الأكثر جذبا للإستثمارات الخارجية إضافة طبعا إلى المزايا نسبية في استقرار سياسي واستقرار أمني كما أشارنا إليه وبالتالي هناك توجه الآن الدولة المصرية تسير على فكرة المصارات المتوازية والمتكاملة يعني مصارات تتوازى مع بعضها وتتكامل مصار التنمية الاقتصادية بتحقيق النهضة واستمرار متحقق والاستكمال على متحقق خلال 11 عاما الماضية من بناء بنية أساسية بناء بنية اقتصادية شاملة على هيكلة الاقتصاد المصري التنوع ليقوم على القاطرات والرافع الأساسية سواء الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي أو الصناعة وتعزيز الصناعة والاستفادة من المزان النسبي أو التجارة ولذلك كان هناك إنشاء الموانئ والطرق والمحاور والمطارات كل هذا يمثل نقلة نوعية في بنية الاقتصاد المصر هذا لم تشهدها مصر من قبل يعني التقدم والنهضة لا يحدث بين عشرة وضحاها وبيأخذ بعض الوقت يعني كل التجارب التنمية في العالم التي أسست لما يسمى نهضة تنموية على سبيل المثال حتى النمور الأسوية لا سنقول الصين ولكن نقول الصين غفورة بيتنام هذه الدول هذه التنمية لديها رؤية شاملة سواء فيما تعلق بها التنمية أيضا بالتوازي وأخذ منعطف زمني يعني يا دكتور أحمد بالطبع منعطف زمني لأنه تؤسس لبناء دولة جديدة يعني بناء أم حضارة يعني أنت يكون به نهضة جديدة شاملة بناء مصر الحديث على كل المستويات سواء المستوى الاقتصادي والمستوى التنموي أو على المستوى الاستثمار في الإنسان المصري يعني الانفاق يعني الترولينات الجنيهات انفقت على التعليم وعلى الصح لماذا؟ لأنك أنت الهدف إخراج مواطن مصري بزعفية وذي كانت مبادرة المدرات الرئيسية في الصحة مبادرة القضاء على فيروس سي وهي من أعظم المبادرة حقيقة لأن فيروس سي كان يفتك بأكباد المصريين وكان المصري يعيش معتلا الآن لديك إنسان قوي صحية ولديك إنسان مؤهل بالمهارات من خلال استثمار في التعليم كان هذه فلسافة التنمية في الفترة الماضية كما رأينا في الرئيس سي أن المواطن المصري هو الصاروة المشارية هي أهم صاروة وبالتالي رأينا هذه المبادرات مبادرات حياة كريمة عايز بس أتكلم في التعليم وعايز يعني أرفع القبعة للاستثمار فيما لوصله بالتعليم الفني وربط التعليم الفني بشراكات ما بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وما بين القطاع الخاص وما بين أيضا جهات دولية داعمة من اليو اس ايد علشان تفرس جيل عندنا دائما وأبدا كان المشكلة ما بين الفجوة ما بين الخريجي الجامعات المصرية ما بين سوق العمل فهل بس يعني هنا كنت عايز أرفع القبعة أشيد بهذه التجربة تفضل دكتورا هو بالفعل أستاذ رجاء يعني أحد مفاتيح التقدم يعني نحن نتعلم من التاريخ والتجارب ليس أن لا نخترع العجلة يعني سواء اليابان أو كل هذه الدولة هو التعليم التعليم هو القطيرة الحقيقية لأنك تعد إنسان مؤهل علمي قادر على مكابة التغيرات التغيرات التكنولوجية التطور الكبير الآن هناك يعني صورة معرفية وهناك الآن الصورة الصناعية الرابعة كل هذا بيحتاج إنسان مختلف تماما عن التعليم التقليدي في التلقين والحفظ وإنسان مجرد فقط ياخد شهادة ثم يجلس انتظار الوظيفة يعني ريسي ستتكلم في حل المؤتمرات عن فكرة البرمجة وكيف أن هذا المجال يحقق يعني أرباحها إلى لمن يدخل في هذا الأمر بمعنى آخر لابد أن هناك تكيف مع تطورات العالمية لن تظل مكانك الأمم تسير بمعدلات متولية هندسية هناك قفزات في التعليم وفي التطور وفي التكنولوجيا وفي أسواق العمل ولابد من أن تهيئ الإنسان المصر في هذا الأمر كان من لحد هذه التكيف هو التوسع في التعليم الفاني بناء الشرقات الاستفادة نتذكر نقل تجربة قديمة التي هي تعاون الفني بين مصر وألمانيا وبالتالي التوسع في المدارس المدارس اليابانية والاستفادة من التجربة اليابانية وهنا أيضا مرتبط بالسياسة الخارجية فكرة أن كل دولة في العالم وكل تجربة تنموية لديها ميزة نسبية تستطيع أن تستفيد منها في الداخل استفادنا من التجربة التنموية اليابانية على سبيل المثال التكنولوجيا الحديثة طرق التعليم الحديثة التجربة الصينية فكرة المشروعات الصغيرة وفكرة استفادة من العمالة ومشروعات كسيفة العمالة هناك أيضا مع الجانب الأوروبي مع الجانب الأمريكي هناك ميزة نسبية وهذا ميزة العلاقة بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. بمعنى آخر أن السياسة الخارجية هنا أحد قاطرات التحقيق النهضة الشاملة. أنك لن تعيش بمعزل العالم. الدول التي تعيش بمعزلة في الداخل. لم تحقق أي نهضة ولا يتقدم. لدينا تجارب كثيرة. وبالتالي أنت منفتح مستفاد. وحتى تدخل مع العالم وتستفيد وتعظم استفادتك. لابد من تقوية الداخل. تقوية الاقتصاد المصر. تقوية منعتك الداخلية. الترابط القوى المجتمعية. القوى الاقتصادية. حتى تستطيع أن تقتحم هذه الأسواق. وهنا أهمية دور قطاع الخاص. ودور الصناعة. ودور بناء الشراكات الاقتصادية مع الآخرين. أنت لديك الآن شراكات مختلفة ومتنوعة على المستوى الأفريقي. على المستوى العربي. والدائرة العربية طبعا شكلت أحد الأبعاد المهمة. ونتكلم عنها. مهمة جدا الدائرة العربية في السياسة الخارجية المصرية. لأن عندما جاءت سورة 30 يونيوم. جاءت في ظل أنا أقول الجسد العربي المعتل. يعني عاصفة يعني مرت وحدث هزة في النظام العربي. وهو ما يسمى الربيع العربي. يعني دقينا تراجع مفهومة دولة. الدولة الوطنية تراجع. تسعارت ما يسمى الميليشيوية. يعني رأينا حروب أهلية وصراعات. وهذه الحروب للأسف هي حروب مفتوحة. يعني اللا حسم السياسة. واللا حسم العسكري لا يسوطر علي. في ظل هذا كان دور مصر أن تحقق التنمية في الداخل في ظل هذه البيئة المضطربة. كيف تحقق؟ وهناك تحديات خارجية. يعني الرئيس السياسة أشار في كلماته اليوم قال فكرة حجم التحديات الكبيرة. التي جاءت في ظل سورة وما بعدها. يعني لم نخرج من تحدي حتى خرجنا من تحدي. هناك أزمات عالمية وأزمات إقليمية. أسرت على مصر. ومع ذلك كان التحدي الأكبر. كيف للتجربة التنمية المصرية أن تستمر؟ يعني رأينا ما يعرفه بالربع العرب والحروب والصراعات وما أدت لي من أزمات اللاجئين وتساعد خطر الإرهاب. وتدخلات الخارجية في المنطقة. وتحول المنطقة إلى يعني توقفة عجلة النمو في المنطقة. في مقابل استنزاف قدرات وتدمير ذات هذه الدول وكما رأينا حتى الآن الشاهد. هناك الأزمات العالمية. تحدثت عنها في مقالك 30 جنو وفعلة السياسة الخارجية المطرية. وهناك أيضا أزمة كورونا. ثم جاءت الحرب الرسالي الأوكرانية. ثم جاءت أزمات مختلفة. يعني لأول مصرح أول مرة في تاريخ مصرح حقيقة. هناك التحديات من كافة الجوانب. يعني متزامنة. طبعا تحدي في الجنوب باستمرار الأزمة في السودان. وتمنى أن يتم معلجتها. أيضا الأوضاع في ليبيا. ثم في الشرق أزمة غزة والعدوان الإسرائيلي الغاش ملهمجي على الشعب الفلسطيني. ثم هناك أمن البلاح في البحر الأحمر. ثم جنوبا أيضا قضية سد النهضة. وبالتالي فازلة هذه التحديات كانت تحدي الأكبر. كيف يمكن لمصر أن تستمر في مصار التنمية بل جانب مواجهة هذه التحديات. وهنا كانت يعني ربما عبقرية وقدرة السياسة المصرية خلال الأحد عشر عاما الماضي. كان هناك رؤية واضحة شاملة. حتى عندما كنا نحارب الإرهاب في السيناء. كانت تحدي الإرهاب ومعركة الإرهاب تسير بالتوازي مع معركة التنمية. وبناء البنية الأساسية. صحيح هناك تحديات. هناك ارتفاع أسعار. لكن هذه الأمور. تزامن في التحديات الداخلية والخارجية. يقابلها أيضا تزامن أو توازي في الجهود المصرية الداخلية والخارجية. بالفعل. هذه النقطة. هذه هي ميزة التجربة المصرية. عندما نقيم 11 عامل. ما هي سمار هذه التجربة. تكلم عن بناء دولة من جديد. بتبني دولة من جديد. يعني كنا نسافر في الخارج بحكم العمل. ونرى دول متقدمة. ونرى شباكات الطرق. وكيف أن هناك النهضة. أنت الآن تتكلم في مصر. مصر الآن من الدول. في مصف الدول. في شبكة الطرق. النقل المهمة. في المحاور. في الموانئ. في كل هذه الأمور. تتكلم عن بناء الإنسان المصري من جديد. يعني الإنسان المصري واجهة تحديات. تتكلم عن استثمار في الصحة وفي العقل. تتكلم عن سياسة الخارجية. هناك استقطاب دولي. ومصر تتبنى مفهوم الحياة الإيجابي. يعني حتى في الحرب الرسالي الأوكرانية. تبنت مصر. لأن السياسة المصرية بشكل عام هي سياسة تمثل طيار الحكمة. بمعنى تنحزل السلام. التسوية السياسية للنزعات. رفض استخدام القوة في العلقات الدولية. احترام سيادة الدول. رفض مفهوم الميليشيوية. رفض محاربة الإرهاب. والفكر المتطرر. هذه الخلطة جعلت السياسة المصرية دائما محل تقدير من كل دول العالم. ولذلك كل دول العالم حتى المتخاصمة. يعني حتى الصين وروسيا وامريكا وروسيا والصين. الكل يبني شركات مع مصر. لأن مصر لم تكن ولن تكون جزء من استقطاب أو جزء من شراكة أو من محور ضد محور آخر. مصر مفتحة على الجميع. وهذا ما جعل مصر تكون لها دور مهم. على المستوى العربي كما رأينا الدارة العربية. مصر نجحت في خلال الـ 11 عام الماضية في استعارة ما يسمى العافية العربية. الحد كبير. يعني دول قلب الصلب. مصر. مع المبناء العربية السعودية. مع الإمارات. مع دول الشقاء. استطاعت أن تتجاوز هذه التحديات. دول قلب الصلب. دول قلب الصلب. لأن أنت تتكلم عن المعالم العربي. يعني هناك دول كثيرة. أنا أقول يعني تواجه تحديات. يعني الدولة الوطنية ضعفت. وبالتالي هتواجه مشكلات. من يقود للمنطقة العربية؟ مصر. ولذلك رأينا الألقاءات السنائية والسلسية والربعية والقماسية التي رأيناها في خلال السنوات الماضية. مصر بالتعامل على الشقاء. أيضا السير على مصارين أيضا. مصار مواجهة التحديات. الزخلات الخارجية. مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. والعمل على تسويط الأزمات العربية وفقا للمقاربة المصرية. الحفاظ على الدولة الوطنية وسياداتها والتوافق السياسي الداخلي والحلول السياسية. هذا المصار مع مصار التنمية والتعاون العربي البين. يعني التعاون المصري السعودي. التعاون المصري الإماراتي في المشروعات المشتركة. وتقديم تجربة تنموية. ولذلك هنا. هذا أيضا نقطة مهمة في فلسفة إدارة الدولة المصرية. في فلسفة إدارة العلاقات الخارجية. نتكلم عن الدائرة الحيوية والدائرة العربي. وكلما كان الجسد العربي والدائرة العربية قوية. كلما كان لهم دورا مهما ومؤثرا في تفاعلات النظام الدول. نقول بكل صراحة. العالم الآن يشهد مرحلة التحول خطير من الأحاديات القطبية وأمريكا بعد أن سيطرت العقود إلى التعددات القطبية. هناك الآن صراع دولي كبير سواء في روسيا أو أمريكا أو أمريكا والصين على بنية النظام الدولي. الصين وروسيا سعاني النظام الدولي متعدد للأقطاب. في هذا الصراع هنا بتبرز أهمية الدور العربي على الخريطة الدولية. ولذلك جاء الرئيس بايدن إلى المنطقة العربية والتقى مع القادة العربية من الرئيس أيضا الصين جاءت إلى المنطقة والشراكة الصينية العربية. كل هذا بيعكس ماذا؟ يعكس أن الدور المصري في بلورة مواقف عربي موحد للدفاع القادة العربية لتعزيز المواقف العربية جاء على مصر والدول العربية لها موقع مؤثر ومهم في تفاعلات النظام الدولي وتخدير الدول الكبر. ولذلك جاءت الدول لبناء شركات اقتصادية مع مصر. الشرق الأوسط الآن مختلف تماما عما سابق الآن هناك يعني انفتاح على المنطقة الاستثمارات الضخمة. رأينا القمة المصرية الصينية والقمة العربية الصينية بتعكس ماذا؟ بتعكس حقيقة أن دول المنطقة الآن أصبحت تتمتع بمزايا نسبية دول دي تجارب اقتصادية مهمة سواء في مصر أو في المملكة السعودية أو في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات. هذه التجربة التنموية والشرعات القوامية العنلاقة. هذه المناخ الاستقرار أصبح جاذب وواعي للدول الكبرى. لأول مرة العرب أصبح لهم كلمة مهمة. ولذلك في أزمة غزة على سبيل المثال منذ اليوم الأول لانطلاق الأدوان الإسرائيلي الهامجي. معظم قائل التعليم توفضوا إلى مصر. لماذا القاهرة؟ لأنهم يدركون جيدا أن مصر هي مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. لن يتحقق أي استقرار أو أي أمن إلا عبر البوابة المصرية. ومصر دائما تقدم الرؤية الرشيد. كما قلنا المقاربة مصر مع الاستقرار في المنطقة. استقرار الشرق الأوسط هو مصلحة لدول أخرى. لأوروبا. ولأمريكا. أمريكا دعامها الإسرائيلي بشكل مطلق. يلا تستوعب أن مصلحتها يتحقق السلام. أن منطقة القوة والعدوان ودعم هذا العدوان لن يحقق الاستقرار. وإن كنا يا دكتور أحمد وجدنا ضغط شعبوي كبير جدا. ضغط شعبي كبير جدا من الداخل الأمريكي. وجدنا ضغط شعبي جدا من في الدول الأوروبية القيادات السياسية في هذه الدول. سواء الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية. عرف عنها تاريخيا بدعمها المطلق غير المحدود. غير المشروط لكيان الاحتلال الإسرائيلي. وجدنا شعوب هذه الدول تنطفت ضد قادتها. أولا هذه الانتفاض هي أيضا مرتبطة بفعالية السياسة الخارجية المصرية. لماذا؟ لأن الإعلام المصر والدبلسيات المصرية نقلت الصورة الحقيقية. أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعة ضد الفلسطينيين. يعني هي لم تقتل عناصر من المقاومة. إنما قتلت الأطفال والنساء. يعني دمرت قطاع غزة بالكامل. كيف هذا الهدف يعني هذه جرائم حرب. وبالتالي الغرب كان من حاز إسرائيل في الأيام الأولى. كان يعني تبنى السردية الإسرائيلية. بأنها تواجه تهديد وإرهاب. وأنها في دفاع عن نفسها. كل هذا نهارة. وكشفته مصر أمام العالم. أن إسرائيل تجوزت مبدأ الدفاع إلى سياسة القتل الجماعي. والتهجير القصري. واستخدام سلاح التجوية. ولذلك الإعلام المصري. حققات النقل للصورة الحقيقية. السوشيال مية. اللعبة الدور. والقوات الرئيس السيسي والمؤتمرات. منذ حتى مؤتمر كمة القرارة للسلام نتذكر كيف أن مصر نقض للعالم شخصت الأزمة. وشخصت المرض. وأن هذا نتاج للاحتلال. أن هذا محادث وعرض لمرض. وأن استمرار الاحتلال والعدوان والانتهاكات ضد المقدسات هو الذي أدى لمواجهات العنف. الذي قال الرئيس السيسي أن 27 ألف من المدنين دفع سمن هذه المواجهات. خلال العقدين الماضيين. وبالتالي عقد المجتمع عن التنمية. ومن هنا كانت دور مصري. سواء الدبلوماسية المصرية والإعلام المصري نقل الصورة الحقيقية للغرب. الذي كان مؤيدا للسرعين. انعكس هذا في تحولات الرأي العام. وجدنا الانتفاضات سواء في الجامعات أو في الشوارع الملايين في قلب الدول الغربية. في باريس وبرلين وواشنطن ونيورك ولندن وغيرها. كلهم دعموا القضية الفلسطينية لأنهم رأوا أن ما يحبس هو قتل جميعا ضد الأطفال والنساء. كيف يعني أي شرف لأي جيش أن يقتل هذه نساء والأطفال. ما هو الشرف أن تقتل بطارات الـ F-16. وتهدم البيوت على ساكنيها. ثم تفتخرب أنك قتلت الألاف. هل هذا انتصار؟ بالعكس. هذا يعني جريمة حرب. يعني بغي أن يحكم عليها من يرتكبوها. النقطة الثانية. أنك تحولات في المواقف الغربية. التي كانت مهيدة لإسرائيل. يعني اعترافات الأوروبية الأخيرة في الدولة فلسطينية بتعكس هذا التحول المهم بأن لا بد من العلاج الشامل. العلاج الجزري. وهو إقامة السلام العادي. إقامة دولة فلسطينية تعيش لجوار إسرائيل. دولة فلسطينية والسلام هو السياجة الذي يحقق الأمن للمواطن الإسرائيل. وليس المتطرف الذي يقوم بالقاتل والتهويد وإقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم. هذه فكرة مشروع. دولة أماني يعني دكتور أحمد على ذكر القول. يعني كانت قد أعلنت أنها ستنتصر إلى قرار محكمة العدل الدولية حال صدوره إذا ما أدانت الدولة الإسرائيلية. بالفعل. يعني أولا طبعا الإسرائيل الآن في قفص العدل الدولي. وهذه النقطة مهمة. يعني رغم أنها تمتعت بالحصانة والحماية عبر العقود الماضية. طبعا ليس بسبب قوة إسرائيل. إسرائيل ليس تقوى عزمة. ولكن بسبب الحماية الأمريكية. الحماية للدعم العسكري والاقتصادي والسياسي والقانوني في مجلس الأمن الدولي. وأمريكا تستخدم الفيتو كسلاح منع أي إدانة الإسرائيل. حتى يعني محكمة الجنات الدولية. عندما يعني طلب المدعي العام بإصدار قرارة مذكرات اعتقال ضد نتنياهو. يعني قام الكنيس الأمريكي والإدارة بفرض وعقوبات على محكمة الجنات الدولية. وأمريكا يعني هذه إزدواجية المعايير الدولية. كيف أمريكا ترفع الشعرات الدموقراطية والحرية وحقوق الإنسان. كل هذا سقط في اختبار غ والغرب سقط أيضا في اختبار غزة. عندما يرى النساء والطفال تقتل ولا يحرك ساكنا. عندما يهب وينطفد في أوكرانيا مع أوكرانيا ضد روسيا. ثم يتغادى عن ما تكون بإسرائيل من الجرائم. وهذا دي ما كلمت الرئيس السيسة في كلماته اليوم. صامت المجتمع الدولي. وهذا يتغادى عن هذه الجرائم حقيقة. وأيضا عندما أصدرت محكمة العدل الدولية. مجرد قرارات تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات احترازية لمنع القتل الجماعة الفلسطينية. ماذا قامت أمريكا قامت بتسيس الإنساني. قامت بقاطعة توميل على الأنر. ويعني تبعها الدول الغربية. ألمانيا وبرطانيا وهذه الأمور. هذا أيضا. هذا أيضا. يعني هذا إزدواجها غربية. كيف هذه الدول التي صدعتنا كما نقول يعني الأسف بشعرات وتدخلوا في مربع العربي والديمقراطية والإصلاح السياسي. وحقوق الإنسان. وهذه الصورات التي كان يقول أنها تدعم الإنسان والمواطن. كلها كانت شعرات في ظهرها الرحمة. في بطنها العذاب. كانت تستخدم كأدوات التدخل في شؤون الدول. الآن ما نتاج الآن. الآن العالم العربي كله أنها كدول مفككة. لو تجد فيها دولة أو تجد فيها مؤسسات قوية أو مؤسسات أمنية قوية. مجرد يعني أجزمات وميليشيات. دولة رخمة يعني. دولة رخمة وميليشيات. ومفتوحة. بالمصطلحات السياسية. بالطبع. ولذلك تحركت مصر على مستوى من حكامة العدد دولية. لدانة إسرائيل. لأول مرة إسرائيل في قفص العدد الدولية. وأنا في اعتقادي بلغة القانون. الجرائم لان تسقط بالتقاضي. هناك توصيك كامل لجرائم إسرائيل. كنا في السابق. عندما يتم تحقيق. كان يتم رسال لجان تحقيق لأماكن الأزمات. لمعرفة جرائم الحرب. إسرائيل ارتكبت جرائم الحرب بالصوت والصور على الهواء مباشرة. هي موصقة. العالم كله يراها. لا تحتاج لجان تحقيق. ولكن عندما تقتل النساء. يعني في مخيم النصيرات. وكما رأينا هذه المزابع. وفي مجمع الشفاة وغيرها من المزابع. التي يعني عندما تكون بتحرير أربعة أسرة وتفتخر. ويكون بايدا بمباركة إسرائيل. يعني في الم مقابل ماذا كانت تكلفة. أكثر من ربعمائة شهيد فلسطيني. وسبعمائة ضحية. وتدمير مائة منزل. هزم أي شرف هذا. المدعا العام يعني في المحكمة. محكمة العدد لو لا يتحدث. يعني عن هذه الجرائم. وهي زي ما حدث كده تفضلت. قلت دكتور أحمد. نئة مثبتة صوتا وصورة يعني. ولذلك كانت مصر دائما. كما نقول دائما هي صمام الأمام للقضاء الفلسطيني. إسرائيل كان. وهذا العميل المتطرف. كان يريد تصفية القضاء الفلسطيني. هو بدأ بالكدس وعاصمة إبادية واستبعادها. والتهويد. والمسجد الأقصى والمنطسات. ثم تصفية غزة. ثم ينتقل الآن بيكون في الضفة الغربية. بتقطع وصلها بالمستوطنات وبالانتهاكات اليومية التي نراها. هذا اليمين هو يريد يعني يفتح أبواب الجحيم على المنطقة. هو يريد إشعال الحراك. وهذا أيضا سيوش على المنطقة. هذا ما حذرت منه مصر المرار من التقرار. أن مخاطر توسع الصراع إقليم. يعني هناك طيار يقود المنطقة إلى العنف والتطر. المشكلة أن هذا الطيار يجد دعما أو يعني تغاضيا أو تراخي من الجانب الغربي. الجانب الأمريكا تحديدا. يعني هذا منطقة الرشادة السياسية أقول أن مصلحة هذه الدول تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. لأن هذا الأساس لحقق النهض الاقتصادي. يعني العالم بعد تحديات كورونا والأزمات يحتاج للتعافي الاقتصادي. يحتاج للتفرق والتنمية والازدهار. وتحسين مستوى الشعوب. ما يقوله الآن إشعال الحراك. سلالته الآن جرى حرب في جنوب لبنان. حر حروب أخرى في المنطقة. ماذا ستتجنيه. هي تتغز على هذا الصراع. لاعتبرات شخصية ومصلحية. ولذلك وسط هذا كانت مصر دائما. السياسة المصرية كان أقول دائما. السياسة النازية الرشيدة الفاعلة. لا تمثل طيار الاعتدار والحكم. حتى في دارة العلاقات الدولية. يعني الحرب الروسية الأكرونية. ماذا يعني. الكل خاسر. والعالم كل خاسر وتأثر. سواء في الاقتصادي أو في الجانب الأمن الغذائي. وتأثر سلاسة الإمدال العالمية. يعني أي حرب جديدة في النهاية. الكل فيها خاسر. بدرجات مختلف. بينما السلام الكل فيه رابح. يعني معادلة رابح. التنمية والازدهار. العالمي الآن هناك تحديات تغيرات المناخية. وهناك أمراض عالمية. يتطلب تكادف الدول. ولذلك هذه النقطة أيضا من السياسة الخيرجية المصرية. عندما نتذكر مؤتمر كوب 28. أن في ظل استقطاب علامي. يعني الدول تتسرع في بينها. أزمة كورونا. الصين وأمريكا تبدل للتهاب. كوب 27. كوب 27. فكرة أن مصر قادت طيار علامي. صحيح. لمواجهة الأزمات العالمية منها التغيرات المناخية. لأنها أسراب بالفعل. يعني نحن نعاني الآن مرتفع درجات الحرارة وان قطاعات الكهرباء في كل العالم. ده نتاج للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مصبوك. كان أولى أن هذا يدفع العالم الذي يكونه الآن يتضرر منه بأن يغلب لغة الحكمة والعقل والتعاون وتوجيه الموارد إلى هذه التحديات والتوصع في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. بدلا من ذلك نجد من يشعل مزيد من الحرائق والصراعات والحروف في العالم. سواء في الإقليم والآن هناك توطرات جوسياسية في شرق آسيا. يعني نتمنى أن تحدث حرب جديدة على هامش تايوان لأن العالم لن يتحمل حروب جديد. وسط هذا كانت مصر دائما كلمة الرئيس السيسي في مقاطع ماركوب 27. لابد من طيار جماعي وواجه زي التحديات. لأن هي تحديات كونية. لا يمكن لدولة أو قارة أو منطقة بمفردها أن تواجهها. تطلب التكاتف العالم. أنت الآن بتتكلم عن استقطاب دول. مجلس الأمن والقومة المتحدة مستبعت تماما من مدارة القضايا الدولية. سواء الصراعات والحروب بسبب الفيتو. وهي طبعا يطلب إصلاح كما طلبت مصر. أو القضايا الكونية. الأمراض العالم أزمة كورونا كانت كشفة. لأن كيف هذا الاستقطاب العالمي والتصارع أثر على ملايين الوفيات. وبالتالي هنا كانت السياسة الخارجية المصرية دائما والرئيس السياسي في كل مطمارات. هو بيقدم طيار الحكمة الاعتدال الوسطية. يعني هو إدراك بالمخاطر العالمي. وبالتالي كانت السياسة الخارجية المصرية على مدار 11 العامل. كانت السياسة دائما نقول الرشيدة فاعلة. هي سياسة تعظم التنمية في الداخل. تعظم دور مصر. تعظم القضايا العربية على رأسها بالطبع. القضايا الفلسط تعظم أيضا من تعاون مصر مع كل الدوائر. وبخاصاتنا الدائرة الإفريقية. وهذه الدائرة طبعا دائرة مهمة. لأن يعني كما نقول دائما عادت مصر إلى إفريقيا وعادت إفريقيا إلى مصر. والعلاقات بين مصر وإفريقيا في خلال 11 عاما عادت وفق أساس جديدة مختلفة. ليست فقط بس الشعرات أو التحديات أو القواسم. وإنما قامت على فكرة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. هذه لغة العلاقات الدولية. ماذا تتقدم مصر إلى إفريقيا وماذا تتقدم إفريقيا إلى م مصر لديها مزايا نسبية اقتصادية واقتصاد واحدة. أيضا إفريقيا مهم. ونعرف أن العالم كله لأن يتنافس على الإفريقيا. وكان فيه عزوف يعني من قبل الفترة يعني السابقة عن التوجه للحضنة الإفريقية. وجدنا الإعلان السياسة الخارجية المصرية مختلفة تماما ناحية التوجه بشكل كبير بشكل مباشر إلى الدهور الإفريقية. بالطبع يعني كان أحد الأخطاء الاستراتيجية هو يعني العزوف عن الجانب الإفريقيا. يعني الدائرة الإفريقية أيضا مدائرة مهمة. هي دائرة مهمة. إفريقيا يعني حتى اقتصاديا هي تمثل مجال حياة ومهم. أولا المنتجات والسلع والخيمات الإفريقية. أيضا الأسواق الإفريقية هي أيضا مناسبة للسلع والمنتجات المصرية. الكرب الجغرافي. يعني إذا كان العالم كله يتكالب على إفريقيا الآن ويبني شركات اقتصادية. سواء الصين أو أوروبا واليابان أو روسيا وأمريكا وغيرها. فن نحن أولى بإفريقيا. وهناك أسس قديمة. هناك قواصم مشتركة تاريخية وسياسية. ومصر دعمت إفريقيا في التحرر. ويعني يدركون أهمية أدور مصر في القر. وبالتالي إفريقيا هي المستقبل. المستقبل التنمية هي القطر. وذلك أدرك الرئيس سيسي منذ البداية لأهمية إفريقيا في الدائرة المصرية. وعادت العلاقات مرة أخرى وفقا للأسس أقوى وتشابك. وطبعا كان نتاجها إن شاء المنطقة التجارية الحرة الكبرى في إفريقيا. ورئاسة مصر في التح إفريقيا في 2019 رأينا كيف أن مصر حدثت نقل أيضا. وأيضا دفعت مصر عن قضاء إفريقيا في المحافلة الدولية. يعني فيما تعلق بالتغارات الملاخية. دائما مصر تطالب بتتحمل الدول القبرى مع أسئولياتها في دعم هذه الدولة. تتحدث بالنيابة عن الدكتور. أنا بستمتع جدا بكلام حضرتك دائما وأبدا عن سياسة الخارجية المصرية. بصفة حديقة خبيرة في علاقات الدولية. يعني بلغة التسويق كده لما بيكون في مخاطر في رزق في منطقة. ما أمام أحد المؤسسات أو الشركات. بنعمل حاجة اسمها ريبراند. إعادة تشكيل السمعة. لو جاز لنا التعبير يعني. لما بنتكلم عن حصاد السياسة الخارجية المصرية طوال 11 سنة. بنتكلم عن في بداية الثورة المصرية 30 يونيو. كان هناك مقاومة. كان هناك تحديات من قبل دول كبرى. تجمعات كبرى. ضد الدولة المصرية في البداية. السياسة الخارجية المصرية أعتقد أنها حققت العلامة الكاملة في هذا الصدد. من حيث تغيير تغير كامل 180 درجة قبل هذه أساسيات الدول التي تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. ونظرتها إلى مصر تحدث عن دول الاتحاد الأوروبي. ونظرتها إلى مصر تحدث أيضا عن دول في أفريقيا ودول في آسيا. ونظرتها إلى مصر. كيف ترى جهود الدولة المصرية. كيف ترى جهود السياسة الخارجية المصرية. فنحن نعمل الريبراندينج ده. هو بالفعل. أستاذ رجائي كان أحد العلامات المهمة هو يعني عادة هندسة السياسة الخارجية المصرية. وعادة تغيير كل هذه التصورات. مصر وجهت تحديات. كان هناك محاولات أو نظرات من دول كبرى. أمريكا وأوروبا وحتى دول أفريقية حول يعني صورة غير صحيحة ما حدث في مصر في 30 يونيو. الكل الذي اقتنع بعد ذلك بسبب الجهود المصرية والدولة المصرية. أن المحارسة هو صورة شعبية انحازت لها الكوات المسلحة المصرية والجيش المصر. لحماية مصر من جماعة إرهابية تريد اختطاف مصر. كان البعض يتخذ مواقف الأغراض حقيقة لتحقق أجندات معينة. كان هناك مخطط كما يقول دائما لاستخدام الإسلام السياسي. واستخدام يسمى الربع العربي لتفتيت المنطقة وتدخلات تحت الشعارات الدموقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي. وكلها طبعا ثبت زفها وثبت أنها كانت طبعا كارثية على المنطقة وأدت لتساعد الإرهاب بهذه الأمور. نجح السياسة المصرية في توضيح الصورة الببساطة أن ما حدث في مصر هو صورة شعبية. ولذلك عندما اتخذ الاتحاد الأفريق قرار بتجمية عدد مصر تم إعادة عادة ودد مصر بالفعل. السياسة الأمريكية قناعة أن هناك في مصر صورة. ولذلك نجحت محطة المواقف الأوروبية. كلها تحولت وتحولت هذه الدول من مواقف عدائية أو دعم هذا الطيار الإسلام السياسي. ليس لاستخدام كأداء لتحقيق أجنداتها خاصة بها إلى بناء شركات مع الدولة المصرية. يعني كما يقول مثل البلد يقول لا صحيح إلا صحيح. يعني صوبية السياسة المصرية تتكلم عن دولة حضرية دولة مركزية عمرها ألاف السنين. يعني ليس الدولة هشة ولا يمكن أن. وكما يعني مصداقا نقول حضرتك دكتور أحمد. أنه زي ما مثلا شفنا مبارح في توقيع أو في المؤتمر الخاص بالشراكة الاستثمارية ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر. هو ترفيع وترقية للعلاقات المصرية على مستوى الاستراتيجي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية. بشكرك شكرا جزيلا وحيانا دائما وأبدا يعني بستمتع برؤية حضرتك وتحليل حضرتك للموقف المصري. شكرا جزيلا.